موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري من قناة الجزائر الدولية في المستهل يدرس مجلس الوزراء الجزائري الأحد عرضا يخص دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني بيان عن الرئاسة الجزائرية أوضح أن الاجتماع الذي يترأسه الرئيس عبد المجيد تبون سيتناول أيضا مشروع قانون لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها إلى جانب عروض تخص استراتيجية تستعمال مياه محطة تصفيف الرأي الفلاحي وفي الصناعة بالإضافة إلى التحضيرات للألعاب الأولمثية الفين واربعة وعشرين توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فعوا ارتفاع واردات الجزائر من القمح إلى تسعة ملايين طن بنهاية السنة الجارية المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها رجحت احتلال الجزائر المركز الرابع في قائمة أكبر مستورد القمح عالميا خلال سنة الجارية والتي تحتل مصر صادراتها بواردات متوقعة قدرت باثني عشر مليون طن في خضم أزمة شح معروض أربكة العالم تسرع الدول في خطواتها لتأمين احتياجات وتحصين مخزونها من الغتاء وهنا تشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إلى ارتفاع قياسية في واردات كبار مستهلك القمح عالميا خلال سنة الجارية المنظمة الأممية توقعت احتلال الجزائر المركز الرابعة ضمن قائمة أكبر مستورد القمح عالميا في الفين وثلاثة وعشرين مع ارتفاع وارداتها من المحصول الاستراتيجي لتسعة ملايين طن مسجلة زيادة بثمانية في المئة مقارنة مع المستوى المسجلي بنهاية الفين واثنين وعشرين الهيئة الدولية التي تتخذ من رغم مقرا لها تطرقت إلى الامكانات الهائلة والقدرات الكبيرة التي تحوز عليها الجزائر في القطاع الزراعية مؤكدة أن بإمكانها مساعدة العالم في تحصين الأمن الغذائي نهيك عن نشر التغذية الصحية معتبرة البلادان موذجا في إجراءات تعزيز الانتاج المحلي بناء على استراتيجيات مدروسة ومبادرات حكومية بمنح السلطات الجزائرية ما يقارب سبعة مليارات دولار لفائدة الدوان المهني الجزائري للحبوب من أجل التعزيز المخزونة في وقت رجحت الهيئة الأممية تتصدر مصر القيمة العالمية لأكبر مستورد القمح بـ 12 مليون طن بزيادة 7% متبوعة بإندونيسيا التي يرتقب أن تستورد أكثر من عشرة أطنان ونصف طن من القمح ما يمثل زيادة تتجاوز 5% بالمقارنة مع واردات البلاد العام الفارطة في المقابل تتوقع منظمة الفاو تراجعاً لواردات تركيا ثالث أكبر مستهلك للقمح في العالم بحلول نهاية السنة الجارية بـ 9% لتنحصر وارداتها عند عشرة ملايين طن حذر الرئيس السحراوي إبراهيم غالي من السياسات العدوانية لدولة الاحتلال المغربي التي تهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة غالي في كلمة ألقاها خلال ترأسه أشغال دورة العادية الثانية للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو طلب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في تطبيق ميثاقها وقراراتها بتصفية الاستعمار في السحراء الغربية قد تراءت للعيان وتكشفت تفاصيل سياسة عدوانية للاحتلال المغربي يمضي بموجبها في تحالفات مشبوهة هدفها تهديد أمن واستقرار المنطقة يؤكد الرئيس السحراوي إبراهيم غالي الذي بعث من الدورة العادية للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو برسائل تحذير من تداعية يقوم به المحتل المغربي من انتهاكات بحق الشعوب الأفريقية وأمنها انطلاقا من التمكين لأجندات قوى الاستعمار والصهيونية إلى تشجيع ودعم عصابات الجريمة والجماعات الهربية بسبل مختلفة وجب التحذير هنا من السياسات العدوانية لدولة الاحتلال المغربي والتي انخرطت في مسلسل خطير من التحالفات المشبوهة مع قوى الاستعمار والصهيونية والتمرير وتسهيل أجنداتها وتهديد أمن واستقرار شعوب وبلدان منطقتنا ناهيك عن تشجيعها ودعمها بالمخدرات وغيرها لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية في منطقة الساحل القضية الصحراوية التي تشهد في الفترة الأخيرة حضورا تقيلا على الساحة الدولية معززة مكانها كعضو مؤسس في الاتحاد الافريقي وعبر مختلف المنابر الدولية على غرار أمريكا اللاتينية وأوروبا لا بد لها من نصر تستعيد من خلالها الجمهورية الصحراوية سيادتها على مختلف أجزاء ترابها مبدأ يتشاركه الصحراويون جميعهم جبهة البوليساريو في ذكرها الخمسين وكما ممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي إنما تؤكد اليوم تشبثها الراسخ بتنفيذ إرادته السيدة وقراره الحاسم المستند إلى الشرعية الدولية وتطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في تطبيق ميثاقها وقرارتها بتصفية الاستعبار من الصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال العسكري المغربي الغاشم طريق التحرر التي ينشدها الصحراويون ويسعون لها بمختلف النضالات والوسائل تتدعم هذه المرة بعد الانتصارات الدبلوماسية للقضية بما يحققه الجيش الصحراوي من انتصارات ميدانية هامة تنطلق أساسا من الإيمان بأن الكفاح المسلح هو الخيار الأنجع لموجهة الغطرسة المغربية رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري قرار مجلس النواب القاضي بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية المشري في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب عقيل الصالح عبر عن تفاجئه بصدور القرار أثناء عطلة العيد مؤكدا عدم دستورية قانون تشكيل المحكمة وأن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعيا وواجب التنفيذ ودع الأعلى مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين أعضاء لجنة ستة زائد ستة وفق خارطة طريق واضحة أعلنت سلطات الأمنية في تونس الأحد ضبط أكثر من ألفين مهاجر في محاولات للهجرة غير الشرعية عبر السواحل الشرقية للبلاد خلال عطلة عيد الأضحى وكشف المتحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي عن إحباط خمس وستين عملية اجتياز للحدود البحرية شملت خصوصا سواحل أسفاقس التي تعد منطق أو منصة رئيسة لأنشطة الهجرة غير الشرعية نحو سواحل الإيطالية وجزيرة قرقنا ومدينة المهدية المجاورة ومن ضمن الموقوفين 1879 مهاجرا ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا انطلقوا من سواحل إسفاقس التي تشهد تدفقا يوميا للمهاجرين من هذه الدول أجرت السلطات الانتقالية في مالي تعديلا وزاريا واسعا شمل 13 وزيرا جديدا واستثنى الإجراء وزارات الدفاع والخارجية والعطل التعديل يأتي بعد يوم فقط على إعلان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن وضع حد فوري لمهام بعثة حفظ السلام في مالي من اسمة مثل ما طالبت به باماكو على مدى ستة أشهر وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على وضع حد لمهام بعثة الأمم المتحدة في مالي بتوقف قوات من اسمة عن أنشطتها اعتبارا من الفاتح الجويل الجاري استعدادا لتنظيم رحيلها بحلول الحادي والثلاثين ديسمبر المقبل تظاهر الألاف السبت في العاصمة وقادوغو دعما لسلطات الانتقالية في بوركينفاسو وللمطالبة بدستور جديد وتجمع المتظاهرون وسط العاصمة تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية لمنظمات المجتمع المدني في بوركينفاسو والتي تضم نحو عشرين منظمة وهتف المتظاهرون بشعارات أبرزها نعم لمراجعة الدستور لا للسياسة الفرنسية لشيطنة بوركينفاسو ونعم لحرية الشعب في اختيار شركاته كما لوح بعضهم بأعلام دولتي مالي وغينيا كشف الرئيس السينغالي ماكي سال أنه سيعلن الاثنين ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في فبري المقبل سال في خطاب السبت أمام مسؤولين محليين منتخبين وقعوا عريضة يتعاهدون فيها بدعمه دعا إلى الوحدة وحكم بالسجن عامين على عثمان سنكو أحد الخصوم الرئيسيين لماكي سال في خطوة أثارت أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ سنوات أصفرت عن مقتل عدة أشخاص تجددت الاجتباكات اليوم الأحد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ثلاث مدن بأسلحة ثقيلة وأخرى خفيفة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في وقت حذرت مصادر طبية سودانية من كارثة صحية ستحل بمستشفيات وادي حلفة شمالي البلاد بسبب نقص الأدوية توصلت ليلة السبت إلى الأحد في عدة مدن فرنسية حالة الانفلات الأمن التي بدأت شررتها منذ خمسة أيام احتجاجا على قتل شرطي الفتناء للبالغ من العمر 17 عاما وشكلت مدينة مرسيليا النقطة الأكثر صداما حيث أطلقت شرطة الغاز المسيلة للدموع على المحتجين فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف أكثر من 700 شخص الليلة الماضية وفق حصيلة غير نهائية للليلة الخامسة تواليا تجني فرنسا نيران العنصرية والتمييز ضد المهاجرين وأبنائهم أمواج بشرية غاضبة محتجة على مقتل الفتنائل تشتاح العاصمة باريس وكبرى المدن مليون إلى مرسيليا مع توالي الشهادات التي تدين الأمن الفرنسي وتؤكد رواية عائلة الضحية أردت نشر هذا البقطع لتوضيح الحقيقة لأن هناك الكثير من الأخبار الزائفة المتداولة لم نكن كما يشاع تحت تأثير الكحول أو المخدر اقترب شرطي وطلب من نائل فتح زجاج نافذة ففعل ثم قال له أطفئ المحرك وإلا أطلقت النار وضربه بعقب سلاحه وقال مهددا تحرك واخرج وإلا أطلقت النار عليك وطلب الشرطي الثاني من زميله إطلاق النار ثم قام الشرطي الأول بضرب نائل مجددا بعقب مسدسه فاهتز نائل لا إراديا ورفع رجله عن دواسة الفرامل فسارت السيارة حينها أطلق الشرطي الثاني النار مباشرة نحو نائل فارتخت رجله على دواسة البنزين وانطلقت السيارة بسرعة أكبر وعندما توقفت السيارة هرعت راكضا خوفا من قتلي أنا أيضا يطالب المحتجون بالعدالة لروح نائل وترد باريس بمزيد من الشرطة والدرك والإطفاء مدعمة بوحدات النخبة المتخصصة وعربات مدرعة وطائرات مروحية وحظر تجوال في نحو أربعين مدينة لكنها مع كل هذه التعزيزات التي دفعت بخمسة وأربعين ألف عنصر أمن للشارع لم تطفئ لهب الاحتجاجات ولم تنعم بليلة هادئة كما وصفها وزير الداخلية الفرنسي كل ما توصلت إليه السلطات منذ قتل نائل على يد شرطي فرنسي ثلاثاء الماضي هو توقف ألفين وثمانمائة شخص بينهم سبعة مائة وتسعة عشر شخصا أوقفوا الليلة الماضية مائة وستة وعشرون منهم في باريس في غضون ذلك علق الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون زيارة كانت مبرمجة لألمانيا لغاية احتواء الوضع المنفلت في بلادها أعلنت أوكرانيا الأحد شن روسيا هجوما بطائرات مسيرة على كييف يعد الأول من نوعه منذ 12 يوما وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو في منشور عبر التليجرام أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف عند اقترابها ولم ترد أي معلومات بعد عن حجم الهجوم وكانت صافرات الإندار قد دوت في كييف وعدد من المناطق وسط وشرقي أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحا بتوقيت المحلي تحذيرا من غارات جوية وصلنا إلى ختم النشرة للمزيدنا الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر